منطقة التنافس السورية التي تربط العراق بسوريا والأردن وتعرف أيضا بالمثلث السوري العراقي الأردني اكتسبت في السنوات الأخيرة أهمية عسكرية كبيرة وسط تنافس بين أبرز الدول الفاعلة في المشهد السوري والعراقي على الوجود فيها بدءا من الولايات المتحدة مرورا بروسيا وحتى إيران فمؤخرا اجتازت شاحنات تقل مسلحين ينتمون لمليشيات عراقية تتبع لإيران منها العصائب والنجباء والإمام علي والخرساني وحزب الله والبدلاء الحدود العراقية ودخلت الأراضي السورية كذلك أكدت مصادر صحفية إقامة المليشيات ثلاثة مقرات لها في التنفس السوري من جهة الحدود مع العراق بذريعة إحباط محاولات تسلل تنظيم الدولة إلى العراق في موازاة التحركات الإيرانية كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل أنه زار في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي قاعدة التنف التي تديرها بلاده في خطوة لم يخفي فوتيل أن هدفها يتجاوز القضاء على المقاتلين المتبقين من تنظيم الدولة وأوضح فوتيل أن لقاعدة التنف فوائد إضافية في عرقلة نفوذ إيران ومواجهة تعزيز وجودها العسكري في سوريا ومساعدة نظام الأسد على استعادة مناطق خارجة عن سيطرته واستدعت التحركات الأمريكية ردا من روسيا تحديدا عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفا التي ذهبت للحديث عن أنه يوجد احتلال من قبل القوات الأمريكية للأراضي السورية كذلك أعربت زخاروفا قبل أيام عن رفض روسيا قيام الولايات المتحدة بالاعتماد على مسلحي بعض الفسائل المسلحة في حماية القافلات الأمريكية بمحيط قاعدة التنف ويرى مراقبون أن التنافس على منطقة التنف من قبل مختلف أطراف الصراع داخل الساحة السورية قد يرتفع في الفترة المقبلة حيث يجد الأمريكيون فيها موقعا ممتازا لنفوذهم العسكري في سوريا فيما يعتبر الروس أن حصولهم على موطئ قدم فيها لا يقل أهمية عن وجودهم في مناطق الساحل السوري كما أن إسرار إيران على دفع ميليشيات موالية لها في تلك المنطقة يهدف لتحقيق مكاسب سياسية مستقبلية على أبعاد تقدير اشتركوا في القناة